ولما نيجي نعمل بوري ماشه ردة مقفول يبقى لازم نعمله على طريقة انا بعمله ازاي بامسك البوري كده اخسله واخسل نغشيشه وحطه على شبكة بالشكل ده كده فاهميني بنمشيه في الردة بعد ما بنخسله كويس ونرصه على شبكة او شباك بتسموه ونبدأ نحطه في الفرن لما يستوي كويس وياخد اللون لاصمر من هنا ومن هنا ونقلبه ونأكد ان نستوي كويس نبدأ نعمله السئية بتاحته على الشوايا بالشكل ده كده هو معايا مستوي هنبدأ نعمله الشرشة او السئية بتاحته فوق ونسيبه شوية كده هوري لكم شكله هقول لكم الطريقة ايه وايه هي التدبيلة او السئية اللي هنحطها ومعانا برضو طواجن بطارخ وطواجن بيت صبيت ومعانا تعابين معانا برضو صواني جنبري ومعانا فراخ كده عاملينها في صنية بقدر سوته في الفرن فيديو حكاية النهاردة جماعة تابعونا بس للنهاية وان شاء الله هيعجبكم البولت الرد مقفول حكايتنا النهاردة حلوة والاكلة جميلة اوي جدا ومغزية ومفيدة وكلنا بنحب نعملها في البيت تابعونا عشان اقول لكم على الطريقة الكويسة قبل طبعا ما نبدأ في الفيديو بنقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قناتكم المفضلة الشيف رضا شعبان فودا ما تنسوش تعملولها لايك وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد دعالوا بقى معانا البوري المقفول وده افضل طريقة الاكل البوري لما تيجي تأكل البوري يا جماعة افضل حاجة له هي المش ورده مقفول بالشكل ده كده البوري طبعا بنجيبه طازة بنغسله وبنغسل نغشيشه وطبعا الناس تقول لك نطلع المرارة لا يا جماعة كل ده كلام اه ملوش اي اعتبار بناخد البوري كده نمشيه في الرده ونكونوا موطلعين الفرن بتاعنا بقى على درجة حرارة عالية وبنبدأ كده نرصه على شباك زي ما شفتوه ونخلي دايما راس السمكية يم جوه والديل يم برا وندخلها الفرن ونسيبها شوية لغاية ما تاخد لون اصمر كلها من برا لون اصمر بس ما تتحقق حرقش ونبدأ نقلبها وندخلها الفرن تاني هتطلع معانا بنفس اللون ده كده ده بلطي واللي هناك ده بوري اهو شايفين شاكله عامل ازاي هقول لكم ايه التدبيل او السئية اللي بنحطه عليه ده واشمعنا البوري يا عمر ده عملته على شباك ليه طب احنا بنحطه على الجريلة من فوق وبنعمله فصاج ايه ليه اخترتنا حاجة اسمها الشباك لما تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ كده نقول لك ايه هي الحكاية الشباك يا جماعة طبعا ده عبارة عن سلك مربعات لما بنحط عليه البوري وندخلوا الفرن البوري ده من كل ما يستوي تلاقيه يسقط مية بسقط مية منين طبعا من الشباك والمية ده ما بتفضلش تحت البوري فبتسقط وما بلهاش لها اي اثر فطبعا بنزل ميته منها بقى الزفارة ومنها مش عارف ايه والبورياية بتشد وتطلع معاكم حكاية وطبعا القشرة الفقانية بتقب كده الفوق تتأشر زي الفل حورها لكو دلوقتي شايفين ده كده البوري رضا ما فلتعالو بعد ما شوانا اهو شايفين القشرة اهي اللون احمر اللاح والقشرة تقليبها كده كأنك بسموها عندنا في المهنة جراب مشوية ايه جراب معانا الملح البهارات طبعا وقادس ايه هي عبارة عن ايه اه توم وفلفل الوان وفلفل حامي ولمون وملح وشطة وكسبرة وكمون كل ده يا جماعة اه فرمينه مع بعض كده في المفرمة وحطين عليه اه لمون كتير قوي عصرينها يعني ومقطعين لمون سلايز ونص ازازة خل كل ده حطينه مع بعض وكده ولو عندنا بقى شوية خضرة برضو اه من ها برضو البعدونيس بنقطعه ناعم كده ونحطه مع السقية دي بيطلع حكاية اه وده البوري اللي شوينه في صاج يبقى احنا اخترنا طريقة الشباك ودي طريقة الصاجة هي بنحطه في صاج ونولح فوقه تحت وندله نفس اللون كده ونقلبه ويطلع معانا برضو نفس المستوى نفس الطريقة دي ات احلى ودي احلى اما الشباك يا جماعة بنحطه فوق وعلى الجريلة كده ونديله سقية ونقلبه برضو عالشباك وهو على الجريلة من فوق بياخد ريحة اه ريحة الفحم البوري ده في زيت سمين يعني بوريه دايما سمينة فبتسقط السمين اللي فيها يوم يدخن على السمكية بيديك ريحة الفحم حاجة جربوها والله العظيم حكاية اه ولما بنعمله فصاج برضو بيطلع كويس بس انا بفضل دايما الشباك لما بشويه وحطه فوق عالجريلة كده وافضل اقلب فيه شوية كده وهو ينزل الزيت بتاعه ويدخن بيطلع كالبوري بطنه نظيفة سمينة ويا سلام لو مبطرخ بيكون جميل اوي طبعا عايزين تاكلوا بوري مبطرخ يبقى عليكم بالطبارة ومن اول شهر 12 كده حتى شهر 2 دي موسم البطارخ يعني من اول شهر 12 ومعاكم لغاية شهر 2 تقريبا ده موسم البطارخ لو عايزين تاكلوا البوري وهو مبطرخ واختروا دايما الطبارة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لو ربنا اقراض يعني في العمر حابة اعجب لكم الطبارة والبورة وليكم الفرق بينها واعرفكم ايه الوضع لهم بالزبط ايه الاختلاف بينهم يعني ده كده شكل البوري بعد ما سأناها السقية الجميلة بتاعتنا حد هايز يسألني بول انت بتحط خلي ليه بصوا يا جماعة الخلي ده بيمنع اي زفارة وبحوش اي مقربات وبنظف وجميل جدا فاستعملوه دايما لما بنحطه على السقية كده بيده طعم للسمكية بحوش منها الزفارة وبخليها زي الفل الخضرة البقدونس كالعادة وشابة البقدونس الكزبرة بيكون موجود معانا كده وبنرشه على السمك المشو بنزين السمك بالشكل ده كده انا ورت لكم البولتي وورت لكم الايه البوري يبقى كده معانا البولتي والبوري الرضة مقفول شوية سهلة جدا يا جماعة لابنشويها برضه على الجريلة بنحطه على الجريلة وياسوخنا كده ونحطه ياخد سواه من الجنب ده ونقلبه للجنب التاني وبعد كده بنسيفه على بطنه وبعد كده بنسيفه على سيفه وبنبدأ ندخله الفورن على نار هادية ونقلبه مرتين وبعد كده بندله السقية وندخله الفورن تاني وبعد كده نطلعه كل الخطوات اهيه والتهالكم يا رب تكون سهلة وبسيطة لما بنحط بقى الملح والفلفل لسمر والكمون والشطة والكصبرة كل ده مقلبينه مع بعض وكده كوكتيل يعني بنبدأ نرشه بقى على البوري بعد ما بيستوي وبنبدأ نكمره بسلفر يعني ممكن نغطي لو احنا مش هناكل على طول بنغطي بسلفر ونسيبه شوية كده في السخل ونطلع السمكاية تطلع معانا حكاية بالشكل ده كده الريحة والطعم والنفس دنيا تانية بألفة هنا وشوفها لو غيرتوا الطريقة دي عايزكم تدعو ليه خلي بالكم احنا معانا صواني دلوقتي حورها لكم تحفى صواني فراخ وطواجن تابع بس فاضل كم ديها هوت حور لكم حاجة حلوة قوي يبقى كده انتهينا من البوري الرد مقفول والبولت الرد مقفول عجبكم اعملولي لايك تعالوا الصواني دي بقى يعني زي ما يقولوا ايه كده ديت لو عندك وراك او عندك فراخ صدور بالشكل ده كده شوية بطاطس شوية بصل وطماطم وفلفل كده ونحط كل ده مع بعض كوكتيل كده ونبدأ نسلفرها بالشكل ده كده ونسيبها تاخد غلوة فوق وندي لها شوية مية كده معاها برضو وطبعا طريق تدبيلة الفراخ يا جماعة موجودة على القناة عمل لها فيديوهات تحت لو عايزين تعرفوا التدبيلة بقى على اصولها الفيديوهات موجودة شوفوها بس ده مش موضوعنا النهار ده كده انا بوري لكم برضو حاجات حلوة عاملها في الفيديو موضوعنا النهار ده كان عن البوري والبولت الرده معفول في شباك دي الصوانة هي عملناها يا رب بشكلها يكون كويس وعجبكم اهو معايز اقول لكم برضو طبعا دي الصدورة هي عاملينها برضو بالبطاطس ولو داك عاملينها بالبطاطس برضو والخضار وكل حاجة موجودة على القناة التدبيلة والخطوات وكل شي لو عايزين تعرفوا كل حاجة موجودة تحت تعالوا بقى اقول لكم اهو الخضار شايفينه قادي البطاطس وقادي البطاطسية السليمة هي زي الفل كده تمام شوية صواني كده عاملينهم بتدبيلة بشوية خضار وطبعا مغطينهم بسيلفر وبنسيبهم كده فوق على البتاجاز او على الشواية لما يستيبوا وينشافوا كويس ونبدأ ندخلهم الفرن كده البصل بقى مع الخضار مع البطاطس مع التدبيلة تطلع معانا زي الفل شايفين وطبعا التدبيلة بتديها لها لون كويس اهي ديت الوراك الصدور وديت اهيات الصينية التانية لما اخدت ويش بقى حكاية طبعا جزر في الفل الوان اصفر واحمر وبطاطس وبصل بتخلي الفراخ مع التدبيلة اللي انا عملها حكاية اوي طيب تعالوا كده نشوف ايه كمان معانا اهو شايفين ده شكلها ركزوا كده فيها ده الوراك طيب اه تعالوا كده نشوف حاجة كمان هتقول لكم البطاريخ عاملينها بقى دي بطاريخ يا جماعة عاملينها بالكريمة وبتتعمل برضو بالكاري وبتتعمل بالصوص الاحمر اه حاجة في منتهى الجمال والحلوة طبعا ديت لها حكاية بعد ان اقدمها لكم دي شكلها ان شاء الله ديت هعمل لكم فيديو عليها حكاية هي وبيض الصبيت وطاجن الفياجرا اللي هو عبارة عن بيت صبيت وسبية وجمباري وبطاريخ كل ده مع بعضه بنعمله كده كده يعني مع كوكتيل كده بنسموه طاجن الفياجرا وده صنية الجمباري بالصوص الاحمر اه حاجات جميلة اوه زي الفل معانا النهاردة يارب نكونوا قدرنا نسعدكم ونوري لكم اه فكرة جميلة او جديدة ده هي صنية الجمبار اوه ايب احنا عملنا صنية الفراخ وصنية الجمباري والطواجن عايز ورلكو طاجن بقى التعابين برضو بالصوص الاحمر وبكده يكون قربنا ننتهي من الفيديو تعالوا كده عايز ورلكو برضو طاجن التعابين اهو قدام حضراتكم طبعا عملنا له فيديو قبل كده عملناه ماشوي زيت ولمون على الجريل الفيديو موجود برضو على القناة لو عايزين تشوفوه والنهاردة عاملينه طاجن وطبعا ده مش طريقته النهاردة ليه فيديو تاني برضو ازاي بنعمله طاجن وازاي بنسلوخه وازاي بنقطعه وطريقة عمله ازاي كل ده انتظروه في فيديوهات قديمة ان شاء الله اه ويا جماعة طبعا الفيديو لو عجب حضراتكم ما تنسوش تعملونا لايك واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس للكل اشوفكم على خير اشتركوا في القناة وفعالوا جميعا اشتركوا في القناة